اشتركوا في القناة وفي التصريح التالي وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواقرة الى توفير كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج مملكة البحرين لتمكينهم من اداء مناسكهم على اكمل وجه وان تتخذ بعثة الحج البحرينية جميع الاستعدادات من خلال الفرق المشاركة في البعثة وتسهيل جميع العقبات التي قد تواجههم والسهر على توفير الخدمات اللازمة للحجاج بدءا من وصولهم الى الديار المقدسة وحتى عودتهم الى البلاد وفي هذا الصدد اشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما توليه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاسعود عاهل المملكة العربية السعودية من عناية فائقة في خدمة الحرمين الشريفين وبما تقدمه من خدمات وتسهيلات وبما تبذله من جهود جبارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير اداء المناسك عليهم وهي جهود مشكورة ميزت التاريخ المشرف للمملكة العربية السعودية في خدمة الاسلام والمسلمين واضفت عليه واصبح عطاؤها ملموسا وبذلها مشكورا ومحل اشادة وتقدير من العالم وعلى صعيد انديصلة اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تأييد مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من اجراءات لمواجهة اي تدخل في شأنها الداخلي ووقوفها بشكل تام وحازم مع السعودية ضد اية محاولة للمساس بسيادتها معربا سموه عن الاسف للموقف الكندي كونه تدخلا صريحا وسافرا في شأن داخلي سعودي ويعد مخالفة لابسط الاعراف الدولية والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول الى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الاسكان الى التواصل مع اصحاب الطلبات الاسكانية من اهالي عالي والعمل على ايجاد افضل الحلول لاستيعاب طلباتهم ضمن المشاريع الاسكانية القائمة او المستقبلية سواء في مشروع الرمل الاسكاني او المشاريع الاخرى من جانب اخر فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الاشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالنظر في متطلبات واحتياجات الصيادين من أهالي أم الحصن وتوفير الخدمات والمرافق التي تتلاءم مع احتياجاتهم بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع نقل خزانات الوقود من عراد إلى داخل حرم مطار البحرين الدولي الذي أمر سموه بتنفيذه حيث عرضت سعادة وزير المواصلات والاتصالات آخر المسجدات في المشروع الذي سيتم استكمال إنجازه فالربع الثاني من 2019 وتنفيذا لتوجهة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد الحلول العاجلة لاحتياجات ساكني شقق سلمباد من الخدمات والتحقق من كفاية الصناية وتوافر المرافق الضرورية للساكنين في خمسين عمارة تحتوي على ألف ومائة وخمسين شقة وتستوعب حوالي سبعة آلاف مواطن في سلمباد فقد أحل المجلس إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المرئيات والمكترحات التي قدمتها وزارة الإسكان لتنفيذ توجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيجاد حلول عاجلة لاحتياجات ساكني شقق سلمباد من الخدمات والمرافق التي عرضها سعادة وزير الإسكان بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولاً وافق مجلس الوزراء استناداً إلى توصيات اللجنة التنسيقية على أن يكون برنامج عمل الحكومة المقبل مسجماً مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015 التي أقرتها الأمم المتحدة وكلف المجلس اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك فيما كلف مجلس الوزراء كل من وزارة وهيئة حكومة بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة القادم مع أهداف التنمية المستدامة وأن تقدم البيانات اللازمة التي تجعل قياس مؤشرات التنمية المستدامة ممكنة وإنشاء قسم لرصد التقدم المحرز في تقديم أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية ثانياً وافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مملكة البحرين للأجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال من أجل تقديم المساعدة الفنية والتقنية فيما يتعلق باستخدام واعتماد نصوص الأونسترال وقرر المجلس الموافق على مشروع اتفاقية بين هيئة الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين لإنشاء المركز الإقليمي المذكور أعلى وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها مع علي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثاً أعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لمجلسين نواب والشورى على ما تحقق من تعاون صادق وبناء مع الحكومة مشيداً المجلس بما ميز تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من توجهات صادقة نحو الإنجاز وجهود أثمرت عن تعظيم المنجز الوطني وزيادة المقتصبات ونوه المجلس بالتقدير الجهد البناء والإنجازات المثمرة التي تحققت عبر مسيرة العمل البرلماني بفضل التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر استعراض المجلس لما تحقق من منجزات في الشؤون التشريعية والشؤون الرقابية سواء على صعيد دور الإنقاد الأخير أو الفصل التشريعي الرابع إجمالاً من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الشؤون مجلسين نواب والشورى ترجمة نانسي قنقر